من معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام في يده الشريفة أخرج البخاري من حديث ابن مسعود قال كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام وهذه المعجزات الثلاث أعجب من إحياء الموتى الذي هو أحد معجزات المسيح ومن معجزاته أنه لما كان الصحابة الكرام يحفرون الخندق يوم الخندق عرضت لهم صخرة كبيرة فأخبروا بذلك قائدهم محمدا فجاء عليه الصلاة والسلام فأخذ المعولة فسمى ثلاثا ثم ضرب الصخرة فنزلت رملا سائلا ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه أتاه رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد لفه في خرقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام من أنا فأنطق الله تعالى الغلام فقال أنت رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك فكان هذا الغلام يسمى مبارك اليمامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم